السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة وياكم الدكتور عمر القيسي واليوم راح أكون لكم الفيديو السادس من سلسة أصوات القلب الموجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اللي حبي تابعي يقدر يرجع لها اللي هي الأس ثري والأس فور أو أصوات القلب الصوت الثالث والرابع واحد راح يتسألني دكتور إيش هو أكو صوت ثالث ورابع للقلب وأنا عرف أكو صوتين ولكن نعم أكو صوت ثالث ورابع للقلب شنو هذه الأصوات الثالثة والرابع للقلب خليني نتعرف عليها بهذا الفيديو إن شاء الله ينال إعجابكم انتبهوا إياها الأصوات بالقلب طبعا من شاءها منين يجي؟ من شاءها بالضبط يجي من انسداد الصمامات في القلب احنا مثلا نعرف عندنا أربع صمامات بالقلب ترايكوسبد، بولميناري، أورتيك ومايترا لما تنسد هذه الأربع صمامات تعطينا أصوات القلب طبعا S1 جاي من انسداد صمام المايترا والترايكوسبد والS2 جاي من انسداد صمام الأورتيك والبولميناري وطبعا الحالة تتكرر دائما في القلب هو هذا صوت اللي نسمع على القلب لب دب لب دب لب دب فطبعا تتكرر S1 S2 وراها ورا مدة S1 S2 طيب الفترة بين S1 و S2 شنسميها هذه الفترة الزمنية اللي بيناتهم بين انسداد هذه الصمامات وانسداد هذه الصمامات نسميها الفترة الانقباضية SysTool طيب الفترة البعدها هذه الفترة الطويلة اللي موجودة في القلب شنو هذه الفترة هي يا هذه فترة الراحة نسميها الدايا Stool اللي هي معناها فترة الراحة للقلب طيب الأصوات الإضافية الـ S3 والـ S4 هذه الأصوات يعني S طبعا Sound Sound الثالث أو الصوت الثالث والصوت الرابع وين موجودة؟ موجودة في فترة الـ DiasTool يعني ما عدنا أصوات إضافية في فترة الـ SysTool فهنانا هذه الفكرة فموجودة في فترة الـ DiasTool هذه ليش مهمة أنه تعرفها؟ طيب شنو فايدة أنه تعرف أنه الـ S3 والـ S4 شنو فايدتها إليك كطب مجرد معلومة إضافية؟ لا بالطبع لأنها ممكن تنطيق دلالة على أمراض تقدر من خلال سماعة القلب تقدر تعرف هذه الأمراض فلازم تعرفها وتنسل أيضا كثيرا عليها بالامتحانات وهذه كمعلومة لازم طالب الطب أو أي دارس باختصاص الطبي يتصر عنده موجودة إياها ومعلومة إن شاء الله تكون بسيطة وسهلة للجميع استيعابها في فترة الـ DiasTool في بداية فترة الـ DiasTool طبعا هنا هنا الـ SysTool وهنا هنا الـ SysTool ثاني بيناتهم DiasTool وبعد الـ SysTool أكو DiasTool والفترة تستمر يعني طبوما القلب ينبض في بداية فترة الـ DiasTool رح نسمع صوت خفيف مو صوت عالي الشتة مو صوت عالي النوتة صوت قليل النوتة صوت خفيف اسمه S3 هذا الـ S3 طبعا هذا الـ S3 والـ S4 كما علوم هي ليست تعتبر أصوات يعني أساسية في القلب بدرجة أن تقدر تسمعها بشكل طبيعي دائما بس إلها فترة مميزات معينة لكن بشكل عام هي أصوات خفيفة ما تنسمع أغلب الأوقات أصوات خفيفة جدا S3 إلى حالة خاصة هسا رح نرجع S4 بالغالب ما رح تسمعها إلا في حالة مرضية أما S3 فإلى وضعية خاصة رح نرجع نشرحها طيب هذا الـ S3 يعني في بداية فترة الـ DiasTool في نهاية فترة الـ DiasTool في نهاية الفترة وبداية فترة الـ S2 شوفوا قريب على إيش بداية فترة الـ S2 رح نسمع الصوت الرابع للقلب اللي هو S S4 لكن تلاحظون رسمتها صغيرة لأنها ليست أصوات عالية الشدة فنشوفوا فترة الصوت الموجودين في فترة الـ DiasTool بداية فترة الـ DiasTool موجودة هذه تسمية تفيدك في الامتحانات يسموه Porto-DiasToolic Gallup شنو معنى Porto-DiasToolic Gallup يعني في بداية فترة الـ DiasTool قالب اللي هو هذا الصوت طيب الثاني اش راح نسمي الـ S4 هذا راح نسمي الصوت قبل فترة السيستول يعني نهاية الـ DiasTool وقبل فترة السيستول اش راح نسمي Pre-Systolic أيضا Gallup Gallup يعني هو هذا الصوت Pre-Systolic Gallup فpre يعني معنىها قبل باللاتيني سيستول يعني قبل السيستول طيب ذكر قبل السيستول بس مش معنى أنت في السيستول في نهاية الـ DiasTool وهذا في بداية الـ DiasTool فهذه مصطلحات بسيطة لمن الآن نحفظوها للذكرة طيب بس عرفنا هذا اسم الـ S4 وهذا اسمه S3 وهذا اسمه بورتول S3 بورتو دايستوليك وهذا S4 اسمه Pre-Systolic Gallup طيب الآن شنه الفايدة شنه من ينتجي هذه الأصوات شنه دكتور الميكانيزم أو الآلية اللي بالحقيقة صارت منعد هذه الأصوات راح أشرح لكم طبعا هذا الشرح الميكانيكي يفيدك في فهم الموضوع ما حد راح يسألك عليه بالضبط لكن يفيدك في أنت تقدر تستنتج ما أنت تسمع هذه الأصوات دون ما تحتاج أصلا تحفظ اللي راح أكتبها تقدر أنت تستنتجها لحالك طبعا أنا عندي تسميات أحب أسميها للS3 والS4 S3 أحب أسميه كينتاكي والS4 أسميه الرشفة الأخيرة راح يقول لي دكتور شنه معنى الرشفة الأخيرة لما تشرب كاسة مية بالظل آخر قطرة من الماء أو آخر جرعة من الماء فنسميها الرشفة الأخيرة ودائما يقولوا طلاب يذكروا الرشفة الأخيرة مش الرشفة الرشفة الأخيرة يعني آخر قطرة وكنتاكي هذا سميت كنتاكي ليش لأنه شوفوا هسنا راح نفتميش هذا الرشفة الأخيرة S1 هو لب دوب طب كيف راح نسويها الثالث شوفوا كينتاكي 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 فبهذه الطريقة فصار اسمه كنتاكي حتى تذكر أنه ببداية الدايس تول وهذا سميت الرشفة الأخيرة ليش؟ لأنه في نهاية الدايس والآخر قطرة وإضافة إلى في الميكانيزم تبعه تفيدنا كلمة الرشفة الأخيرة فهذه حتى نتذكر طبعا هذه متروحة تقولها الطبيب هذه التسمية أنا مختراعها يعني للتسهيل أما كنتاكي فهو موجود في كتب الطب للتسهيل فنذكرها فهذا هسا تذكرنا طيب خلني نجعل ميكانيزم متى يصير عندنا الـ S3 والـ S4 شوفوا لما نعرف طبعا هذا الـ Right Atrium وهذا الـ Right Ventricle وهذا الـ Left Atrium وهذا الـ Left Ventricle بطين الأيسر بطين الأيمن وذين الأيمن وذين الأيسر الدمرة ما راح يجي للقلب راح يجي بالـ Right Atrium راح يتجمع في فترة الـ Ash الـ Diastone راح ينفتح عندنا صمام الترايكوسبيد وصمام المايتر الدم وين راح ينزل راح ينزل إلى الـ Ventricle والـ Ventricle طبعا ايش راح يصير فيه راح يبدأ يمتلئ بالدم واضح؟ فلما يبدأ يمتلئ بالدم هذا طبعا السائل راح يولد ضربات على جدران الأوعية اللي تحتوي اللي هي الـ Ventricle لما يبدأ يمتلئ كما مثل ما أنت لما تملأ قدح بالماء راح تسكب على الماء راح تسمع صوت فنفس الحالة راح يصير فاش راح يصير راح تتولد اهتزازات بالـ Ventricle هذه الاهتزازات صوت الامتلاء هذا راح يولد لك اهتزازات بالـ Ventricle طبعا هنا أنا هذا في بداية الـ Diastone أول ما تبدأ تمتلئ الـ Ventricle أول ما تبدأ تمتلئ البطينات بالدم راح يولدن اهتزازات على جدران وهذه الاهتزازات راح تنسمع ثالث S3 فلما تبدأ تمتلئ الآن هذا سميناه S3 فهذا واحد راح يقول لي دكتور نقدر نسمي S3 Ventricular Filling امتلاء البطينات أقول لك بالفعل هو اسمه أصلا Ventricular Filling يعني هو حالة امتلاء البطينات بالدم فطبعا البطين الآن راح يبدأ يمتلي في الدم وش وقت راح يمتلي في الدم في فترة الراحة الـ Diastone يمتلي بالدم أما في فترة S-Stone فالدم يضخ طيب طيب هذي فهمت هيا دكتور طيب ايش لعد الصوت الرابع هذا الرشفة الأخيرة هل سنفهم شوفوا الآن Ventricular امتلأ بدأ يمتلأ 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 هذي فترة S-Stone كلها بدأ يمتلأ ووصلنا لنهاية فترة الـ Diastone آسف مش فترة S-Stone الـ Diastone قصدي وصلنا لنهاية فترة الـ Diastone نهاية فترة الـ Diastone طبعا أغلب الدم من الـ Right Atrium والLeft Atrium ينزل بالقلب بفعلة جاذبية يعني ما تحتاج أن تقوى الضخ أصلا من الـ وذينات حتى الدم يندفع هو بالجاذبية ممكن ينزل للأسفل لكن تبقى تقريبا 20% من الدم بعد ما ينزل كامل الدم في جزء قليل من الدم يبقى موجود وين؟ موجود في الأتريوم هذا شوكت هذا الدم يكون موجود في نهاية فترة الـ Diastone الأتريوم هنا راح ينقبض من الجهة طبعا وراح يضخ هذا الدم المحصور وبالتالي وراح يضخه على الدم الموجود حتى يملي الباقي ويتخلص من هذا الدم المحصور في النهاية طبعا هذا في نهاية إيش الـ Diastone يحصل انقباض بسيط بالأتريوم يضخ الدم المتبقي اللي هو عادل 20% من الدم اللي كان موجود وبالتالي كمية قليلة من الدم راح يجيضخها بالأخير إلى الـ Ventricle فطبعا أيضا راح تسوي موجه اهتزازية بسيطة بجدران الـ Ventricle وبالتالي راح تولدنا الصوت الرابع S4 ولذلك سميتها الرشفة الأخيرة يعني آخر رشفة من الدم الموجودة بالأتريوم فهذا شوكت تصير في النهاية في نهاية فترة الـ Diastone طيب يا دكتور على كلامك هذا أنه S4 والS3 المفروض موجودين بكل الأشخاص طبعا بالحقيقة هي أصوات موجودة عند الكل يعني الكل راح يصعدهم اهتزازات بسيطة لكن ما راح نسمعها بسماعة المستخدم ويقلب ليش لأنه إحنا قلبنا سليم وما عدنا هذه الاهتزازات العالي اللي تصير لأنه ما عدنا كمية دم أكثر محصورة بمعنى أصح وما عدنا هؤلاء أمور ثانية سرحة شرحة وبالتالي ما راح نسمعها الـ S3 ممكن نسمعها ببعض الأشخاص الـ S4 المستحيل أن تسمعها بشخص طبيعي نادرا لكن الأكثر في الحالات المريضية هذه الأصوات ترطقوا وتنسمع عند الأشخاص ولذلك مهمة نعرفها فأسف اهمنا هو مصدر S4 والS3 شنو بالضبط لازم نعرف شغلة معينة شوفوا S3 سمينا الامتلاء يعني شوفوا الفكرة كل ما زاد الامتلاء زاد الامتلاء زاد منه S3 طيب S4 اللي هو وشنو آخر رشفة من الدم هذا شو وقت يصير هذا كل ما قل الامتلاء زاد الS4 شنو القصد من هذا الكلام هس تفهموه يعني هذا زاد الامتلاء زاد الS3 وكل ما قل الامتلاء طبعا عندي أقصد بالفنتريكال زاد الS4 لازم نعرف أنه لما نقول تضخم القلب كمثال هايبرتروفي تضخم القلب إلى نوع نوع واحد ممكن يكون هذا تضخم القلب أن القلب ضخمت عضلاته للداخل أو ممكن ضخمت عضلاته لكن انسحبت للخارج فهذه الحالتين مختلفة تماما وبالتالي فهم العميق والدقيق للمسائل يقتضي منك أنه بالفعل تفهم الاختلافات التي تصيب بهذه الحالات طيب نجي راح أمسح التأسميات خلاص عرفناها شوفوا لنفرض لدينا قلب هذا الفنتريكول تبعا الفنتريكول هذه لنفرض هذا قلب طبيعي شوفوا صار به تضخم بالقلب صار بهذا الشكل تضخم لكن إلى الخارج وقلب ثاني صار به تضخم لكن إلى الداخل الحالة ما راح تصير نفس الشي ليه شسن هذا القلب اللي توسع للخارج زادت المساحة داخله يعني مثل ما شان عندك كباية صغيرة جبت كباية أكبر فالامتلاء بهذه الكباية يكون أكثر من الكباية الصغيرة فبالتالي هنا دم أكثر راح يمتلي وبالتالي امتلاء زاد شوفوا لما تزداد مساحة الـ ventricles راح يزداد الـ S فري لأن كل ما زاد الامتلاء زاد الـ S فري طبعا امتلاء منه الـ ventricles لا تنسوه قصدي على الـ ventricles البطينات فلما تتوسع البطينات بطريقة أنه مساحتها الداخلية تزداد يزداد منه S فري طيب إذا الـ ventricles تضخمت للداخل شوفوا الفكرة للداخل مو للخارج للداخل قلب الضخم نحو المركز هذه الحالة بالتالي الامتلاء راح يقل طيب يا صوت راح يزيد S فور وراح اعرف وناس راح تقول ليش يا دكتور كيف هذا الشي صار اقول لك شاء الله بسيطة جدا شوفوا هذا المخطط خلي امسح جزء منه حتى ارسمه بشكل شوي اكثر وضوح لما القلب لما القلب يضخم نحو الداخل وقلنا الامتلاء ايش راح يصير فيه راح يقل الدم وين راح يرجع يتجمع اكثر وين بالأتريوم وبالتالي احنا قلنا تقريبا 20% فقط من الدم يبقى بالأتريوم الآن شوفوا الكمية زارت ممكن مصدر 30% 40% من الدم محصور في الأتريوم الأتريوم ايش راح يساوي فيه آخر فترة بالدايستول يحاول ينقبض حتى ينزل كمية الدم هذه لتجمعت وبالتالي مرة واحدة دم راح يعبر بكمية عالية لل فنتريكل اللي هو أصلا محصور فراح يطلع لنا الصوت الرابع اللي هو الاس فور فبالتالي أي شي يؤدي أنه الفنتريكل اتقل مساحة الداخلية يعني عمليا راح يزيد لك الصوت الرابع فهذه من انساها لازم فنذكر الفكرة ليش لأنه لما يقل الامتلاء بالتالي السثري قل طبعا اكيد لأن الامتلاء قل بس منه راح يزيد الدم راح يرجع للأتريوم وكل ما الدم أكثر تجمع بالأتريوم بالأذينات وكل ما زادت الرشفة الأخيرة معناها قوة الدفع لكمية دم أكثر بالأخير راح تزيد وبالتالي اختزازات راح تزيد بالأخير راح ينطينا الصوت الرابع فلهذا قلت لكم الصوت الرابع أكثر من نسمعها في الحالة الطبيعية نسمعها في الحالات المرضية لذلك نذكر هذه الفكرة فهدى فهمنا الآن هذه الأمور فنتذكر كلما تقلصت مساحة الفنتريكل يزداد الـ S4 وكلما ازدادت مساحة الفنتريكل يزداد الـ S3 طبعا لين أنا اللي فهم هذه الفكرة خلاص ترى هو سيضر عن الموضوع البقير راح اكتبها مجرد حالات مراضية لهذا الموضوع خلاص انت الآن إذا فهمتها الأمور صارت بسيطة جدا لوح بالكامل وأرجع أكمل لكم الأفكار طيب الآن نجي على الأسباب طبعا الـ S3 يختلف عن الـ S4 في حالة أنه S4 ما في عندك حالة طبيعية تسمح فيها الـ S4 قلت لكم صوت نادرا ما نسمع صوت ضعيف جدا إلا في الحالات المرضية فهذا pathological أما الـ S3 فهذا ممكن يكون physiological فطبعا هذه الحالات الكاتبية كلها حالات pathological لكن ما وقت يكون S3 physiological هذه مهمة لازم نعرفها هذا S3 ممكن نسمع في بعض الحالات عند الأطفال أو الأشخاص اللي مبلغوا عمر 40 يعني أقل من 40 سنة بيكون الـ ventricle عندهم ينسمع فيه هذا الصوت years old أقل من 40 سنة لكن مو أنه عندهم أعراض مرضية مثلا فشر في القلو أو شيء وانت تعتبره أنه طبيعي يعني لأنه ما عنده أي أعراض وعنده صوت S3 فقط فنعتبره physiological عند children والأدولت أقل من 40 سنة يعني الأطفال والرجال وعند الـ pregnant وهس راح نفهم عند المرأة الحامل وأيضا عند منه عد الأثليت اللي هم الرياضيين عند بعض الرياضيين الرياضيين ممكن يتوسع قلبهم أنت تسمعه في شخص صغير عمره 20 سنة ما يعتبر هذا حالة مرضية فنذكر أقل من 40 سنة عند الحوامل وعند الرياضيين ليش عند الحوامل هسا نفهم شوفوا S3 هذا ذكروا قلنا لما يتوسع الفنتريكل لما يصير الفنتريكل واسعة يطلع عندنا صوت S3 فهذا شوكت نسمعه لما يصير في زيادة في حجم الدم يعني كمية الدم أكبر هذا يسمو Volume Overload نسمعه طيب الـ S4 نسمعه لما الفنتريكل يبدأ يتقلص للداخل هذا Pressure Overload Overload تمام هذا لما يزداد الضغط على الفنتريكل لما يزداد حجم الدم يعني واحد رح يقول دكتور قبل ما رح أبدأ بالشرح آخر نقطة اللي أنا ما كاتبها دكتور يعني زيادة حجم الدم اللي نسميها Hyper Volume يعني مثال واحد عند الكلية مشغالة فكمية مية أكثر رح تنحصر داخل جسمه فحجم الدم يزداد رح نسمع الـ S3 طبعا في حالة Hyper Volume أحكتب هنا Hyper Volume رح نسمع الـ S3 ولذلك المرأة الحامل بشكل طبيعي يزداد عندها حجم الدم حتى تعوف لابلازمة تزداد عندما رح حامل وبالتالي رح نسمع الـ S3 فيكون Physiological أما حالة Hyper Volume هي واحد زايدة عند المية بالجسم لأي سبب من الأسباب مرضية بالتالي نسمع الـ S3 طيب أول لغات Eco Centric Hyper Trophy و Co Centric Hyper Trophy شنو هذه تذكرون كلمة Eco بالإنجليز شنو معناها Eco يعني بعيد يعني صدى فـ Eco Centric لما القلب يضخم لكن إلى الخارج مو إلى الداخل لما يجي حجم دم أكثر إلى الـ Ventricle فـ Ventricle حتى يستوعب هذا حجم الدم شي يسوي مساحة الداخلية شي يسوي يوسعها يعني كوباية صغيرة صغيرة كوباية أكبر حتى يستوعب هذا حجم الدم زيادة فيصر Hyper Trophy تضخم بالعضلات لكن إلى الخارج مو إلى الداخل فهذا نسمي الحالة Eco Centric Hyper Trophy في حالة أي أسباب Eco Centric Hyper Trophy راح يصير عندنا S3 طيب S4 متى نسمعه كيف نسمعه هذا في حالة Con Centric Hyper Trophy يعني يعني نحو الداخل القلب يتضخم نحو الداخل المساحة الداخلية التصغر وقلناها فهمتكم الميكانيزم ليش ديصر S4 طيب ليش ديصر هذا الشيء هذا يصر لما القلب يحاول يتغلب على ضغط أزيد يعني مثل شنو الشريان الأبهر اللي نفرض صار عندنا Aortic Stenosis الشريان الأبهر الصمام طبعا ماذا ينفتع بشكل سهل فالقلب راح يحاول يبني عضلات أكثر نحو الداخل حتى يزيد الضغط ويضخ الدم وبالتالي راح يصر عندنا S4 أما في حالة Hypervolume يزيادة بحجم السوائل داخل القلب أو حجم الدم داخل القلب هنا القلب يحاول يحتويها ويطرحها وبالتالي راح يصر عندنا S3 فهذا إيكوسنتري وهذا الكوسنتري فهذا نحو الداخل تضخم نحو الداخل أما هذا تضخم نحو الخارج تمام فهذه لازم نتذكرها طيب في حالة الhypertension واحد يقول دكتور انت اثنين هاتكم كاتب hypertension شوفي في حالة الhypertension خاصة في المراحل البعيدة يعني المتقدمة اللي واحد عنده لسنوات hypertension ممكن نسمع S4 وفي حالات البداية الhypertension هذا مو دائما نسمع طبعا نادرا لكن ممكن نسمع S3 في حالات الhypertension اللي سببها لنفرض مشاكل في الكلية الكلية هي اللي صار بها مشكلة فديزداد حجم الدم وديزداد ضغط الدم ممكن نسمع S3 زيادة حجم الدم Volume Overload لكن لنفرض عندك انه الشرائين أكثر متقلصة و عندك لنفرض انه الشرائين متقلصة أكثر وعندك مثلا Aortextinosis أو غيرها في الحالات فيها الأكثر رح نسمع S4 لأنه هذا يعتبر زيادة بالضغط على القلب فيسمو Pressure Over طبعا بلغة القلب ممكن هذا نعتبر Afterload وهذا أكثر على Preload لكن نسأل رح أدخل في تفاصيلها أكثر طيب يا دكتور انت احتشاء القلب بالحالتين طب كيف رح أميز يعني احتشاء القلب اللي يؤدي إلى Phi Process القلب صار إيش تحجر وبالتالي إيش صار مساحته زغرت فطبعا الدمار رح يجمع بالأتريوم يعني اش رح نسمع S4 طيب هنا نفسه احتشاء بالقلب لكن يؤدي إلى موت العضلات و Dye Lation توسع الامتلاء أكثر اللي هو S3 فهذه لازم نتذكرها طيب فقلنا أي شي يزيد لك الامتلاء نسمع S3 وأي شي يزيد لك الدم اللي راجع الأتريوم قلنا الرشفة الأخيرة S4 طيب عدنا أمراض نسميها Cardiomyopathy اللي هو اعتلال في عضلات القلب يعني أمراض تصيب لك عضلات القلب إذا تحولت إلى نوع عن اعتلال عضلات القلب اسمها Restrictive Cardiomyopathy شنو معنى Restrictive مقيد يعني القلب يصار يتقيد اعتلال بعضلات وخلت يتقيد مساحة الداخلية تصغر وين راح يرجع الدم على الأتريوم ما راح نسمع S4 طيب إذا صار عندنا موت لعضلة القلب وأدي لتوسعها Dylated Cardiomyopathy ما راح نسمع S3 طيب أسف الأبهر الضيق صمامة بالتالي الضغط أكثر على القلب صار فالقلب شوى كتلة عضلية نحو الداخل مساحة قلت شو راح نسمع S4 طيب دكتور لعدوية متر regurgitation تهد للصمام لما الصمام يتهد شنو امتلاء راح يزداد واضحة الفكرة هنا ما عندنا ضغط زايد لكن امتلاء راح يزداد فاشرح نسمع S3 فويا regurgitation S3 ويا S4 طيب في حالة ثانية هنا اسمها hypertrophic cardiomyopathy اعتلال عضلات القلب اللي يؤدي لتضخمها للداخل هذا النوع اللي يسمو هوكم أو hypertrophic cardiomyopathy أيضا يؤدي لك لتضخم عضلات القلب نحو الداخل وبالتالي زيادة دم المحصور في الأتريوم وبالتالي أيضا عندنا حالة نطينا S4 VSD اللي هي عبارة عن فتحة صايرة بحاجز القلب خاصة عند الأطفال هذه من فتحات القلب اللي ممكن تكون ولادية وبالتالي لما تصير عندنا هذه الفتحة دم أكثر راح يمر وراح تمتلي مثلا right ventricle أكثر راح يمتلي بالدم فالامتلاء راح يزداد في حالة VSD اللي هي ventricular سيبتل ديفيكت وبالتالي راح نسمع S3 فهذه الأهم الحالات لل S3 وال S4 محتاج تحفظها لا تقدر تستنتجها من فهم الموضوع مو أكثر تقدر تستنتج هذه الحالات لكن نذكر S3 ممكن يكون فسيولوجيكال وهذه مهمة جدا في شخص صغير السن عمره قل من 40 سنة ويكون ما عنده أي أعراض والمرأة الحامل وعند بعض الرياضيين ممكن يكون طبيعي غيرها يعتبر صوت غير طبيعي فرح نسمع ورح نشوف هذه الأمور ونتذكر هذا الشرح الشرحت إن شاء الله يكون فيديو سهل ولقى إعجابكم ورقاكم في فيديوهات ثانية وثلاثة القادمة سلام عليكم